تحقق القوات المشتركة في محافظة الأنبار تقدماً في عمليات استعادة المناطق الغربية في المحافظة في حين استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العاشرات من العوائل النازحة بعد انطلاق عمليات استعادة المناطق الغربية لمحافظة الأنبار وصلت القوات المشتركة مدعومة بمقاتلي العشائر إلى أطراف مدينة راوة على بعد نحو 200 كم غربي الرمادي العملية العسكرية غربي المحافظة تحقق تقدماً ملموساً بعد السيطرة على سبع قرى بين قضاء حديث وعانا بمشاركة مدفعية القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد إضافة إلى طائرات التحالف الدولي القوات العسكرية انطلقت من منطقة الخسفة التابعة لقضاء حديث باتجاه مدينة راوة وبحسب مصادر في الحجد العشائري فإن القوات تخطت مسافة 30 كم من نقطة انطلاقها واستعادت منطقتين الصغر والزوية مصادر أمنية بيانت أنه كان من المفترض أن تبدأ عمليات استعادة المدن الغربية من محوري حديث والرطبة لكن قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محور الرطبة لم تتحرك بعد وكانت القوات التي انطلقت من قضاء حديث تضم فوجا من مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الفرقة السابعة وطوارئ شرطة الأنبار وفي كل حرب لا بد أن يكون المدنيون هم الضحايا الأبرز فيها فلا القذائف تميز بين مقاتل ومدني ولا قصف الطائرات الحربية ففي مدينة القائم قتل وأصيب نحو واحد وعشرين شخصا بقصف جوي رح ضحيته أرواح تحملت الحصار على مدى السنين الماضية وزارة الهجرة والمهجرين من جانبها أعلنت استقبال نحو 139 عائلة نازحة من قضاء راوى والقائم في مخيمات جهزت لاستقبالهم بعد رحلة واجه فيها النازحون الخوف والجوع الذي لا يرحم ليبدأوا معاناة جديدة داخل مخيمات النزوح عمليات قد تتباطأ كما يرى مراقبون في ظل استمرار معارك الموصل خوفا من تشتيت الجهد العسكري لكن خبراء عسكريين يؤكدون أن بعض المناطق الغربية شبه خالية من عناصر التنظيم الذي سحب قادته وعوائلهم إلى سوريا ما يجعل عملية استعادتها سهلة مقارنة بالمعارك التي جرت في الرمادي والفلوجة اشتركوا في القناة شكرا حتى، شكرا